السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم عمليني يا ربي دايما تكونوا بخير معكم. احلى الاكلات في مطبخ حر ونور. اتمنى يا ربي دايما تكونوا بخير. واتمنى اكون فيديوهاتنا بتعجبكم. ولا اعجبكم فيديوهاتنا. وتنسوا نشوفوا اللايك. واشتراك في القناة. عشان يصلكوا منا كل جيد بإذن الله. احنا نهاردة هنعمل ترطاية. اه نصف شوكولاتة ونصف آآ فانيليا على شكل قلب. تمام? انا عملت السجدة. آآ آآ عندي قاعدة على شكل قلب. فقست السجدة لأتي مناسب اللي هو مقاس اربعين. تمام? فعملت الكيكا بتاعتي. شايفين ما بسميه ما شاء الله هشة جدا وجميلة. بغدتش مني حاجة في الفرق. هم عشرة ضايق بس. انا ضربت اربع اه خمس اه بيضات. اه السفر لوحده وربياد لوحده. وكوباية ونس دقيق ومعلقة نشا. اه ومعلقتين زيت. تمام? ضربت السفر لوحده وربياد لوحده. وخلطت المقونات كلها وحطتها في في السجدة. انا حممكن احطها في القارب الكبير بس لقيتها القعدة بتاحت كبيرة شوية. فقسته على السجدة لقيتها مناسبة. هيز بقى واللي هي في الحرف ديت هحطها في الوسط. تمام? اه انا حطت السجدة في الفرن. اه بسم الله ما شاء الله. اه جهزت السج ودهنته وزبدة وفرجت ورق. اه وحطته في الفرن عشرة ضايق بس. الفرن مولعه مسبقا. اه وحطتها عشرة دقايق. تمام? ما بغيبهاش عن كده عشان اه تبقى هاش معي مش نشف. اه وعملت اه اه كمان واحدة اه اه شوكولاتها. تمام? نفس المقاس. هنبدأ دلوقتي نقطع الكيكة بتاعتنا على شكل قلب منجهزة. يمنحوا على شكل قلب من جم Inkering. بعد ما اطعنا الترطية بتاعتنا على شكل قلب هنعمل دلوقتي الكريمة معي ربع كيلو كريمة للترطية دي هتاخد ربع كيلو او كوبايتين تمام على كوبايتين مية او لبن متالج وكوبايتين سكر السكر بقى حسب الرغب تمام هبدأ اضرب الكريمة بتاعتنا المقدار بتاعتها دي مزبوطة او وارجع لكو تاني اصدربنا الكريمة بتاعتنا شايفين ما شاء الله كابون جميل جدا اه على فكرة يعني تختاري نوع كويس للكريمة هتعمل معاك شغل كويس جدا وهالنتجة هتبقى كويسة انا هستعمل المتحدة تمام نوعيتها حالة حطت الديسك اللي هو اللي لبن متاح وهبدأ احط عليه الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم بوزحها عليه كده بسم الله هاخد بقى الاجزاء اللي هي متبقية من الصدية هبدأ بقى ايه احطها كده بسم الله وزبطها بحيس ان هي تبقى على شكل قلبي ورده اهم حاجة القعدة معي تكون سليمة والطبع الاخرانية تكون سليمة تمام اهم حاجة تكون الطبع الاخرانية معي سليمة والقعدة سليمة انها تكون قريبا في الوسط. ويبدأ بقى نقشر حطيت التابعة الاخرانية على الظهر عشان يبقى الكريمة متساوية عليه ونبتلزعش. هبدأ اقشر القشر ده بتقشر معي بنتها سولة هوت. بسم الله. ابدأ اخد الجوانب اللي هي الزيادة ديت. بسم الله. اسويها على الحرف بتاع اللي انا ما الطعام. بتاع الدسك اللي اولاني خلص. عشان تبقى متساوية. تمام? اخد منها على الجوانب. تمام? بسم الله. اوزها كده. بسم الله. اوزها كده. زي ما قلت لكم اننا بناخد الكريمة من بره لجوانب. حتة عالية زباطيها حتة مش عالية اوي ممكن تجيب لها شوية كريمة زيادة. عشان تبقى متساوية. خلص جلسنا الترطية بتاعتنا. شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا ديت تعتبر اصعب مرحلة. المرحلة بقى التانية هي الوضع الفكهة والشوكولاتة على الترطية. دي سهلة بقى حسب زوجكم. اه واختيارك انت انا معانا الفكهة بتاعتنا هنوزها على الترطية. هنبدأ بقى معي الاناناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأ ايه. اعملوا دوار كده. وكل دايرة قسمها نصين كده. وكمان نص كده. اربعة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة 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 شكرا